القوة الجبارة الذئب والجن أشعص المفترسين أهلا بكم في هذا الفيديو الذي يستكشف الخوف العميق الذي يشعر به الجن من الذئب منذ القدم عرفت الأساطير والقصص الشعبية بوجود الجن كائنات غير مرئية تعيش في عالم موازن لعالمنا ومن بين أكثر مخلوقات الطبيعة رعبا وقوة يقال أن الجن يخشون وجود الذئب تعتبر الذئاب حيوانات مفترسة قوية وذاكية تتميز بقدرتها على الصيد الناجح وتنظيم القطيع وبفضل هذه الصفات تمتلك الذئاب سمعة بأنها تشكل تهديدا كبيرا إلى الجن ففي العديد من الثقافات والتقاليد الشعبية يروى أن الجن يتجنبون الذئاب ويخفون منها بشدة الجن والحيوانات هل يخاف الجن من الذئب؟ يعتقد بعض الناس أن الجن يخفون من الذئب ويشير ذلك إلى سببين رئيسيين واحد قدرة الذئب على رؤية الجن يعتقد أن الذئب قادر على رؤية الجن وعندما يتم توجيه نظره نحوهم فإنه لا يحدد نظره عنهم ويبقى يراقبهم بانتباه يعتبر هذا الأمر مخيفا إلى الجن لأنهم يتأثرون بالملاحظة المستمرة ويفقدون القدرة على الانصراف والابتعاد عندما يكون النظر موجها نحوهم يزعم أحيانا أن الجن يستخدمون أساليب الخداع مثل تصوير صور واهمية توحي بأنهم يتحرقون من مكانهم ولكنهم يبقون مقيدين عندما ينظر أحدهم إليهم إثنان قل الذئب على تقييد الجن يقال أن الحيوانات بشكل عام يمتلكون قدرة على التنقل بسرعة ولكن يمكن تقييدهم إذا وضعت أقدامك على مكان قدمهم أي على آثار خطواتهم ويزعم أن الذئب يستخدم هذه الطريقة عند مواجهة عدوه وراء الجن وله مميزات كثيرة تكسبه القوة والتمييز عن سائر الحيوانات فله قدرة الشم بمسافات بعيدة وخاصة لدم الإنسان في الصحراء حيث أن الإنسان إذا جرح في الصحراء وخرج منه دما فهو يغدو هدفا مباشرا للذئب ولا خلاص منه ومن المميزات الأخرى التي تميز الذئب الذئب لا يأكل الجيافة وهو لا يتهجن أبدا ولا يمكن أن يغدو أليفا كسائر الحيوانات الأخرى التي تكون مفترسة مثل النمر والأسد وغيرهما الذئب يتمتع بذكاء خارق حيث أنه يعرف إن كان راعي الماشية هل يتقلد السلاح أم أعزل وبناء على هذه المعرفة يقر إن كان يودد الهجوم أم لا بالإضافة إلى أنه يستطيع تمييز جنس الراعي إن كان ذكرا أم أنف عندما يقتل الذئب فريسته أولا يختارها أحسن وأفضل واحدة من بين القطيع بالإضافة إلى أنه يقوم بإخراج أحشائها أولا بعد أن يقتلها وإن هذه الأحشاء هي الكبد والكليتين والتحالب بالإضافة إلى الأمعاء ويباشر بأكل هذه الأحشاء ثم عند الانتهاء منها يأكل باقي الجسم إن الذئب حيوان اجتماعي يعتمد على تواجده في القطيع في شؤون حياته كلها بالإضافة إلى أن الذئب لا يتزوج المحرمات من أقاربه مثل أخته وابنته ويتزوج الأنثى التي تفوز في العراق مع الإناث وبعدها تغدو الإناث كلها تحت خدمتها تقدر الإشارة إلى أن بعض الناس يعتقدون في القوى الخارقة للذئب وتأثيره على الجن وقد قاموا بالحصول على أجزاء من جسم الذئب مثل الناب أو الشعر ووضعها في منازلهم بهدف طرد الجن ولكن هذا الاعتقاد يعتبر منكرا ولا يوجد أصل له وقد أكدت الشيخ ابن بازي أن هذا الفعل يندرب تحت فئة التمائم والاعتقادات الخاطئة الذئب هو واحد من أقدم الكائنات الحية ويتميز بخطورته على البشر تتمتع الذئاب بفك قوي وقدرة على إصدار أصوات عالية تستخدمها للتواصل مع الجماعات الأخرى ومع ذلك فإن الذئاب تواجه خطر الانقراض في الوقت الحاضر بسبب الأضرار الاقتصادية التي تسببها في عالمنا هناك أيضا نوع آخر يعرف بالذئب الإثيوبي الذي يعيش في مرتفعات إثيوبيا بالإضافة إلى نحو أربعين نوعا فرعيا من الذئاب توجد تفسيرات متعددة لطريقة سير قطيع الذئاب والتي تعكس تنظيما اجتماعيا وتكتيكات دفاعية للحماية والبقاء على قيد الحياة على الرغم من أن هذه التفسيرات قد تختلف في التفاصيل إلا أن الوصف الذي ذكرته يعتبر واحدا من التفسيرات الشائعة والمثيرة للاهتمام يتم تقسيم قطيع الذئاب إلى عدة مجموعات متتالية حيث تتولى كل مجموعة مهمة محددة في الدفاع والتحكم في القطيع في البداية تسيطر ثلاث ذئاب كبار السن والمرضى على المقدمة تعتبر هذه الذئاب الأكثر ذكاء وخبرة في القطيع ويمكن الاعتماد عليها لاتخاذ القرارات الحاسمة والتضحية إذا تعرض القطيع لهجوم غير متوقع ثم يأتي فريق الدفاع والذي يتكون من خمس ذئاب قوية يكون لهذا ذا الفريق دور حماية القطيع والتصدي لأي هجوم يتعرض له يلي هذا ذا الفريق باقي أفراد القطيع والذين يتحركون في خلفية القطيع ويساهمون في حمايته وأخيرا يكون رئيس القطيع في النهاية يلعب دورا مهما في الدفاع عن أفراد القطيع وتوجيههم ترجمة نانسي قنقر